متابعة الانتهاكات الحاصلة في حق تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات التعليمية هي هموم جمعت عدداً من أولياء الأمور والمعلمين المهتمين ومؤسسات المجتمع المدني لتدارسها وإصدار بيان موجه بشأنها لوزير التعليم بحكومة الوفاق ملاحظ أن هناك تقسير من الوزارة الحقيقة في مكتب الفئة الخاصة خصوصاً في دمج الصورة الصحيحة كما لاحظنا أن القوانين والتشريعات في دمج هذه الفئات حبر على ورقة الحقيقة خصوصاً في منطقة الجفرة لم يتفاعل هذا القرار بصورة جيدة يلقي موضوع الاندماج بأعباء مضاعفة على العملية الدراسية لكن بلدية كأبو سليم مثلاً تمكنت من تطبيقه بصورة فعلية في محاولة لدعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم الفرصة للتفوق في بيئة تعليمية صالحة كمراقبة تعليم بو سليم عندي في مدرسة ورقة بالنوفر 45 طالب اندماج ممكن أعلى نسبة طالبة على مستوى بلدية طرابلس لا يوجد في بلدية طرابلس أي مدرسة اندماج يوجد فيها 45 طالب فيها غرفة مصادر فيها إدارة مدرسة متعاونة ومتفهمة وكانت سبب رئيسي في نجاح الاندماج داخل بلدية أبو سليم الطالب اللي يحتاج إلى فردي نحولوه لغرفة المصادر وتتولى معلمة ذات كفاءة عالية وأخذ دورة إعداد مدرب رئيسي هي اللي تقوم بالتنسيق بينها وبين معلم الفئة الخاصة وبين معلم المادة بتوصيل المعلومة للطالب تتركز المطالب في الرفع من مستوى الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة عبر برامج التوعية وتأهيل المعلمين والمسؤولين وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع هذه الشريحة لما لها من حقوق وواجبات لقناة ريبيا الأحرار أحلام لكماشي طرابلس ترجمة نانسي قنقر